نكمل مع ضاحي خلفان. ضاحي خلفان نائب رئيس حكومة دبي السابق ورجل النظام الإماراتي وبوق من أبواق الفورة المضادة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتحدث باسم سياسة والمدافع عن سياسة الدولة والنظام الإماراتي والمنافع والمكافع ضد التمدد الإسلامي لا سيما تمدد الإسلام السياسي في الدول العربية تحديدا دول أو دول ثورات الربيعي العربية. شفنا على مدار العشر سنوات اللي فاتت قد ايه كان ضاحي خلفان وبعض من يعملون معه أو بعض من يعمل معهم بيحاولوا يشويهوا أي نموذج إسلامي بيحاولوا يقفوا قدام أي تمدد إسلامي في أي دولة عربية أو حتى غير عربية. مجموعة من التغريدات الغريبة كتبها ضاحي خلفان خلال الساعات اللي فاتت بيرحب باستلاء طالبان على أفغانستان وبيرحب أيضا بقيام دولة إسلامية في أفغانستان. قال مثلا ضاحي خلفان واعتبر أن قيام جمهورية إسلامية في أفغانستان لن يضر أحد. ده الكلام اللي قاله ضاحي خلفان قال قيام جمهورية إسلامية في أفغانستان لن يضر أحد على الإطلاق. قال كمان أن قيام نظام جمهورية إسلامية سنية بجوار نظام جمهورية شيعية في إشارة إلى إيران يحقق التوازن. قال كمان في تغريدة ثالثة بل العكس نظام جمهورية إسلامية سنية بجوار نظام جمهورية شيعية يحقق التوازن. قال في تغريدة على الدول العربية الخالجية أن تساعد طالبان على الحكم واستقرار الأمن فيها ده كلام طيب جدا لكن الغريب أن يخرج من أمثال ضاحي خلفان لأول مرة يتحدث ضاحي خلفان بهذا الانفتاح وبهذا القبول وبهذا التقبل للنموذج الإسلامي أو نموذج الإسلام السياسي زي ما بيسموه البعض سؤال ضاحي وأمثال ضاحي هل الدولة الإسلامية أو شبهة الدولة الإسلامية اللي حاربتوها في نظام الإخوان في مصر واللي بتحاربوها أيضا في نظام حزب النهضة في تونس واللي حاولته تعمله انقلاب على حزب العدالة والتنمية التركي واللي بتحاولوا تحاربوا أي حزب له أصول إسلامية أو على الأقل أي حزب أصولي خلال السنوات اللي فاتت إيه اللي تغير؟ إيه اللي تغير؟ ومرة واحدة بقى الجمهورية الإسلامية السنية بقت مطلب وبقى حاجة محمودة وضاحي خلفان يدعو لها هل ده بسبب اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بهزيمتها في أفغانستان وأن ربما تصبح طالبان أمر واقع يتعامل معه المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي وبالتبعية النظام الإماراتي أصبح مجبر على التعامل مع طالبان والحكومة الإسلامية في أفغانستان بسبب تعامل الولايات المتحدة الأمريكية أو ده بسبب أن مثلا بتحاول الإمارات أنها تجد مد قوي إلى جوار إيران يعمل بالانس أو يعمل توازن وإن كان الموضوع غير مقبول يعني منطقيا لأن إيران والإمارات حليفان وبينهم تبادل تجاري ضخم جدا وإن بدأ لنا في العلن أن هناك انقسامات وأن هناك خلافات إلا أن الإمارات وإيران بينهم تبادل تجاري ضخم وبينهم أيضا سياسات ومصالح مشتركة خلينا نقفل بقى ملف أفغانستان وإن كان الملف الأهم اللي هيأثر خلال السنوات القادمة على التوازنات السياسية مش بس في دول الجوار بل في العالم كله النهاردة العالم كله بيتغير تبعا لما يحدث في أفغانستان مشاكل في السياسة الداخلية الأمريكية وتغير في وجهة نظر الإمارات نحو الحكومات الإسلامية وبعض الدول تتقارب مع أفغانستان وتتقارب مع بعضها كما يحدث خلال الأيام اللي فاتت من تقارب روسي أفغاني وأيضا تقارب صيني أفغاني ومحاولة بعض الدول الحديث بشكل طيب عن أفغانستان يبدو أن وصول طالبان ومن المنتظر أن يكون هناك إمارة إسلامية في أفغانستان سيؤثر بشكل كبير على الوضع في العالم أو الخريطة السياسية وخريطة التحالفات الدولية